سيد عبد العالم على ماذا سيتفاوض الطرفان في السويد بما يخص الحكومة اعتقد انها لديها اجندة وملفات واضحة بدأتها من اول مفاوضات هي تسند على مرقعيات ثلاث البادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومثلما القراءة 22-16 والحكومة تؤكد دائما بانها لا يمكن ان تخرج عن هذه المرقعيات الثلاث الا بما يمكن ان يفيد واعتقد ان الحكومة لا يمكن تخرج عن هذه المرقعيات الاسباب عدة لان هذه المرقعيات ترتبط بها ايضا استحقاقات اخرى يعني مجرد ان الحكومة تفرط في اي يابان من هذه البنود هي بكل تأكيد تفرط في استحقاقات اخرى قائمة على على هذه المرقعيات طيب وعلى ماذا سيتم التفاوض في السويد الاعلان كان واضح بالنسبة للحكومة لكن المليشيات الحوثية الى الان لم تقدم وهذا يؤكد عدم قدية هذه المليشيات الى الان المليشيات الحوثية لم تقدم على ماذا ستفاوض ما هي ملتاتها ما هي اقندتها لا زال الوضع ضبابي لكن المعلن عنه انه سيتم التفاوض حول ما يمكن ان يقسر ويمتن الثقة بين الاطراف الحكومة اليمنية من جهتها لا تريد فقط ان تثبت حسنيتها او انها بوادر الثقة هي تريد ان توثق الثقة مع المجتمع الدولي تريد ان تؤكد لمجتمع الدولي انها ستذهب الى السلام لكن المليشيات الحوثية الى الان غير واضحة غير واضحة انهائيا الحكومة اليمني من ضمن التنازل التي قدمتها انها بادرت باستماح لطائرة تحمل 50 مقال ما زعم الحوثيين بانهم قرحى ورافقهم 50 مرافق بينما كانت الحكومة تخشى انه بين هلاء المسافرين او القرحى او المرافقين لهم خبراء ايرانيين ولبنانيين كانوا متواجدين في اليمن المليشيات الحوثية تحس الان بانه الفضائحة كثرت او بمعنى اصح ايران تحس بانه تدخلاتها ولبنان باتت واضحة وبالتالي قد تقوم بترحيل كل الخبراء العسكريين اللي كانوا موجودين او كانوا عسكريين او كانوا اعلاميين اذا الحكومة تقدمت بعض التنازلات الى الان المليشيات الحوثية لا شيء المعلن عنه قلنا انه سيتم التفاوض حول الاسراء وسيتم التفاوض حول ما هو اهم الاسراء وصلوا الاتفاقية لتبادل الاسراء وايضا موضوع ميناء الحديدة الحديدة الملف الاول في السويد هو الحديدة برأيك الحديدة برأيك والملف هذا بالنسبة للحوثيين خطير جدا طبع منفذهم الوحيد منفذهم الوحيد وخصوصا انه في المفاوضات السابقة الحكومة كانت تعرض على الامم المتحدة بان يكون هذا الميناء تحت رعاية الامم المتحدة او بشرف الامم المتحدة لكن في الوقت الحالي لم يعد هذا ممكن الحكومة توافق على ان يكون الحديدة ميناء دولي تدويل ميناء الحديدة لا يمكن في الوقت الحالي هذا الخيال لم يعد ممكن هذا كان مطروح في المفاوضات السابقة كانت الحكومة تريد حقل مزيد من الدماء التي سقطت الوصول الى ميناء الحديدة مليشيات الحديدية لم تدخل في هذه المفاوضات نتيجة الجهود التي قام بها مارتين جريفت مارتين جريفت لم يقوم بأي جهود الانتصالات التي تتحقق الآن في جبهات صعدة وتتحقق في محافظة الحديدية هي السبب الرئيسي التي أقبل هذه المليشيات على الذهاب إلى السويد كنا قلنا سابقا بأن مليشيات الحديدية لا يمكن أن تخضع إلا لصوت القوة